هل هذا الدجاج حلال؟ ويقول أيضا أرجو أن يكون الرد يوم الأحد في هولندا لأن إجازتي في ذلك اليوم وأيضا يذكر السائل عبد الحميد الفقعي من المغرب ويذكر أن هذا الدجاج إنما يعرض لسعاقات كهربائية أو مسدسات خاصة للقضاء على هذا الدجاج فما الحكم في ذلك؟ الجواب الحكم هو أن نبحث أولا من الذي يتولى هذا الذبح؟ هل هو مسلم أو كتابي؟ إذا كان الجواب بالنفي يعني أنه الذي يتولى الذبح ليس مسلما ولا كتابيا فإن ذبحته لا تحل حتى ولو تمشى فيها على الطريقة الإسلامية لأن الله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم فخص الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى بكون طعامهم حلا لنا وهذا القيد ليس مفهومه مفهوم لقب كما ذهب إليه من ذهب من المتأخرين لأن الإسم الموصول مع صلته بمنزلة الإسم المشتق والإسم المشتق ليس مفهومه مفهوم لقب قولها الذين أوتوا كتاب مثل قول المؤتين الكتاب وطعام الذين أوتوا كتاب كأنما يقال وطعام المؤتين الكتاب وهذا وصف مشتق فمفهومه مفهوم الصفة وليس مفهوم لقب كما أن أهل الكتاب أيضا لهم أحكام أخرى خاصة بهم عن غيرهم من سائر الكفار فالذي يتعين القول به أن ذبح غير أهل الكتاب اليهود والنصارى لا يحل المذبوح مهما كانت الطريقة وإذا كان الجواب بالإيجاب أي أن الذابح من اليهود أو من النصارى أي أهل الكتاب وكذلك من باب أولى إذا كانوا مسلما فإنه حينئذ ينظر في الطريقة إذا كانت الطريقة على الوجه الإسلامي حلت الذبيحة وإلا فلا على أن من أهل العلم من ذهب إلى حل ذبيحة أهل الكتاب وإن لم تكن على الطريقة الإسلامية استنادا إلى عموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب وقال ما اعتقده أهل الكتاب طعاما لهم ومذكا وحلا فهو حلال المسلم على أي وجه كانوا يذبحونه واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ذبائح اليهود ولم يستفصل عن كيفية ذبحهم لكن القول الراجح أنه لا بد أن يكون الذبح على الطريقة الإسلامية التي يكون فيها إنهار الدم لأن هذه العمومات أعني عموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب وكذلك الوقاعة التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم في أكله ذبائح الكتاب هذه تخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر صلى الله عليه فكل هذا الحديث قاضي على العمومات التي تفيد حل دبائح أهل الكتاب مطلقا كما أن المعنى يقتضيها أيضا فإن احتقان الدم بها هو سبب خبثها ونجاستها وتحريمها وكذلك إذا كان المسلم وهو أشرف وأطيب وأزكى من الكتاب لا بد في ذبيحته من نهر الدم فالكتابي من باب أولاد نعم فإذا يبقى النظر في الطريقة التي ذكر الأخ الآن نعم هل يكون فيها إنهار الدم أم لا هو ذكر قال أنه يصعق بالكهرباء وبعد ذلك يقطع الرأس لكي ينزل الدم نعم هو إذا كان ينزل الدم بعد قطعه فمعنى ذلك أن الذبيحة لم تمت بالصعق وإنما خدرت ثم ذبحت وعلى هذا تكون حلالا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر رسم الله عليه ولا يمكن أن يجري الدم الجري العادي إلا والذبيحة حية أما إذا ماتت فإن الدم يتغير ويتخثر ولا يمكن أن يخرج اللهم إلا شيئا يسيرا على كل حال إذا كان هذا الصعق الذي أشر إلى الأخ لا يصل بها إلى حال الموت فإنها فإن ذبحها قبل خروج روحها يعتبر تذكية شرعية لقوله تعالى رمت عليكم الميت والدم والحمل وفنزير وما أهل الله والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم كل هذه الأشياء التي استثني منها إلا ما ذكيتم وجد بها سبب الموت لا سيما المنخنقة فإنها أشبه ما تكون بالصعق الكهربائي نعم ومع ذلك استثنى الله سبحانه وتعالى من تحريمها ما إذا ذكيت أي ذبحت قبل أن تموت فإنها تكون حلالا نعم وعلى هذا فيكون هذا الصعق وسيلة لتسهيل الذبح فقط أما إذا كان الصعق يؤدي إلى موتها ولكنه خلاف ظاهر كلام السائل لأنه يقول حتى يسير منها الدم نعم نعم فإنها لا تباه حينئذ لكن في الحالة التي ذكر أنه يخرج منها دم فهي حلالة أما إذا كان الدم المعروف المعهود نعم أحسنتم ترجمة نانسي قنقر